أكد جلالة الملك ضرورة بذل أقصى الجهود لخفض التصعيد في المنطقة والتوصل إلى تهديئة شاملة تجنبا للانزلاق نحو حرب إقليمية وشدد جلالته على أن المنطقة ستبقى عرضة لتوسع دائرة الصراع الذي يهدد استقرارها طالما الحرب على غزة مستمرة واجدد جلالة الملك التأكيد على أن الأردن لن يكون ساحة حرب ولن يسمح بتعريض حياة شعبه للخطر وحذر جلالته من خطورة هجمات المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وأعاد جلالة الملك التأكيد على ضرورة إيجاد أفق سياسيا لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لضمان أمن الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بأكملها